ونبدأ النقاش في موضوع حلقتنا لهذا اليوم ويسعدنا أن نرحب بضيفينا من عمان السفير السابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية دكتور فاضل الزعبي ومن ميتشيغان المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبد الرحمن برمان أرحب بكم ضيفي الكريمين ودعني أبدأ معك دكتور فاضل الزعبي من التقرير الأممي الذي يقول بأن مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية قد وصلت إلى مستويات حريجة وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد يواصل منحناه التصاعد دعنا بداية نلقي نظرة على واقع الأمن الغذائي في المنطقة العربية والعالم بدك أجاوبك أنا تفضل بكتور تفضل حضرتك أنا فكرت عندك تقرير حقيقة أن وضع الأمن الغذائي عربيا لا نستطيع أبدا أن نضمئن إليه يعني بقراءة بسيطة إذا ما نظرنا إلى المؤشر الكبير وهو انتشار انعدام الأمن الغذائي فهو عالميا بحدود العشرة في المية ولكن عربيا هو 11.5 في المية هذا رقم من معدل العالي وإذا ما نظرنا إلى المؤشر الآخر وهو انتشار نقص التغذية فنجده عالميا هو 9 في المية ونحن بحدود 12 في المية إلا شحطة يعني 11.8 في المية إضافة إلى القياسات الأخرى ما بدي أدخل فيها بالتفصيل تقريركم أعطى وجهة نظرك شاملة وكاملة لكن ما يقلقني هو قدرة المواطن العربي على الوصول إلى غذاء صحي فنجدها في العالم أن من هم غير قادرين على الوصول إلى غذاء صحي 42 في المية بينما في الوطن العربي بالرغم من كل الموارد عندما يقارب 52.6 في العشرة في المية لا يستطيعون الحصول على إغذاء صحي هذا مؤشر خطير لأنه هذا سوف يؤدي لاحقا إلى إنعدام الأمن الغذائي وهذا المؤشر الخطير لكن دكتور فاضل وفق تقرير أممي الجوع في العالم العربي تحديدا ارتفع إلى 90% في عشرين عاما أو في غضون عشرين عام برأيك ما هي أبرز المشاكل الآن المزمنة والتحديات التي تعوق دون تحقيق حالة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بصورة مستدامة علما بأن هناك إمكانات جبارة في العديد من المناطق العربية يعني فاقد الشيء لا يعطيه نظامنا الزراعي في الوطن العربي من خمسين سنة وليس فقط من عشرين سنة هو نظام متعب متهالك لا يستطيع أبدا على أن يقي هذه المجتمعات الصدمات التي تحصل في أسواق الغذاء لذلك تجد أن وضع العمن الغذائي ساء بهذه الدرجة هناك دول عديدة يعني أوكرانيا أوكرانيا واحدة من الدول التي تقود حرب وحربت ضروسا لم نرى فيها ما يحصل مثلا في سوريا أو في اليمن أو في السودان لماذا؟ لأن هناك نظم زراعية ونظم غذائية بالرغم من أنها ضربت إلا أنها شوية أقوى وقادرة على الصمود في وجه التحديات هذا لماذا؟ هذا ببساطة لأنه أصحاب القرار في الشأن الزراعي لم يستطيعوا أو لم يريدوا أو لم يقدروا على أن يضعوا قضية الأمن الغذائي في أعلى سلم الأولوي وهنا تكمن الآلام التي يتسبب فيها أي محاولة لإصلاح الوضع ماذا تريد أن تصلح؟ لإصلاح هذا النظام الآن أضيف إلينا ليس فقط نظامنا المهترئ أضيف إلينا تحدي المناخ أضيف إلينا الركود الاقتصادي العالمي أضيف إلينا الصدمات التي نرى كل يوم إذن لا بد لنا من المجابهة والمجابهة سيدتي لا تكون سنتحدث بالتفصيل عن أسس المجابهة دكتور فاضل ولكن أهمية هذه القوانين أو أهمها التي تحفظ حق الشخص في أمه الغذائي وبرأيك هل يوفر القانون الدولي الإنساني أدوات تحول دون الإنزلاق إلى هوة إنعدام الأمن الغذائي والمجاعة التي نراها في العديد من دول العالم تحديدا في بعض الدول العربية والإفريقية اليمن مثالا والصومال حتما قامت حقوق الإنسان والأهد الاجتماعي والاقتصادي الدولي حق الإنسان في الطعام حقا مكفول ولكن للأسف الشديد نجد أن معظم الدول العربية في دشتورها لا توجد هذه الصيغة يوجد حقه في التعليم حقه في الصحة لكن الحق في الغذاء ليس منصوصا عليها بشكل واضح وسريم بالرغم من ذلك أستطيع أن أقول بأن موضوع الغذاء والحق في الغذاء يقضع للسياسة الدولية ولا يقضع لأي قانون دولي أو عهد اجتماعي واغتصادي أو غير السياسة هي من تتحكم في الموضوع فنرى في مثلا الصدمة الأخيرة في أوكرانيا الاستغلال السياسي للغذاء واضح جدا من قبل الطرفين دكتور فاضل لربما فيه سؤال مهم يطرح هل هناك فهما قويا للأنظمة الغذائية التي يعتمد عليها بلد ما أو مجتمع ما ما يتعلق أيضا بفهم التهديدات وماطن الضعف وعلاقتها في المنطقة والعالم وكيف على سبيل المثال يؤدي النزاع المسلح أو الحروب إلى تعطيلها هو ذلك هل يوجد فهم كامل؟ أنا أقول لك الفهم ضعيف جدا لماذا؟ لأنه إذا عندك استيعاب واضح للنظمة الغذاء فلابد أن يكون لديك من الخطط الاستباقية للصدمات بغض النظر أنه في حالة وجود صدمة فهناك خطط بديلة لمصادر بديلة لطرق إمداد بديلة لموارد مالية أيضا بديلة بحيث أن تضمن حق المواطن بالغذاء ولكن هل يوجد؟ يعني خليني أقول لك في منطقتنا العربية ضعيف ومتفاوت من غير موجود إلى متوسط طيب أستاذ عبد الرحمن القانون الدولي الإنساني كما ناقشنا مع دكتور فاضل قبل قليل يقر بضرورة تقديم المساعدات في مسألة أن القانون الدولي الإنساني يحضر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال نتساءل معك الآن كيف يمكن احترام هذه القاعدة وغيرها من القواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني برأيك ألا ترى الآن بأنه يتم استغلال الحروب وحالات النزاع المسلح لجعل الغذاء وسيلة مساومة؟ ما هو هذا اللي كنت بدي أحكيه الأخلاق الإثيكس اللي غالبا هي الضمان الوحيد لوصول المساعدات والضمان الوحيد للعدالة في هذه المساعدات وتوفيرها ولكن للأسف الشديد هذه لا يوجد لها مقياس ولا يوجد عليها محاسبة ويمكن تجييرها بين فترة وأخرى للمصالح السياسية والسيغلالها بشكل سياسي بحيث تكون مطاطة ولا تؤدي الغرض اللي ذكرنا المذكورة من أجله وهذا واضح ليس فقط في اليمن في الكثير من المناطق التي يكون فيها نزاع وصراع وتكون قدرة العمم التحدة على الوصول إلى الجميع محدودة فتعتمد على شركاءها المحليين هنا تبدأ الطامة الكبرى بأن الشركاء المحليين يمكن التأثير عليهم بالسلاح ببساطة من أصحاب القوة في تلك المناطق وهنا راح الهدف من هذه المساعدات لذلك أرجع بحكي لك مرة تانية أنه للأسف الشديد لا يوجد قانون ولا يوجد أداة بيد الأمم المتحدة لمحاسبة الأخلاقيات التي تمنع من وصول الغذاء ولكن يبقى اعتمادنا فقط على النوايا التي ممكن أن تصل إلى مرحل مليون شخص يعانون الإنعدام الغذائي جراء فقط ما يتعلق بالنزاعات المسلحة دكتور فاضل أشرتم في أحد تصريحاتكم إلى أن الجهود العربية الحالية رغم تزايدها إلا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب وتنحصر في خانة جهود مبعثرة كما وصفتموها كيف من الممكن الآن توحيد هذه الجهود لجهة جهد حقيقي ومنظم في الشديد ما ذكرته السابق أن أكرره الآن ما زالت هذه الجهود مباثرة ولا ترثقي إلى مستوى الحدد يعني خليني أذكرك في بداية تقريرك ذكرتي بأن مؤتمر القمة العربي القادم في نواكشوت رح يكون من أهم النقاط عليه لأمن الغذائي طيب ما كان في القمة الماضية في الجزائر من أهم النقاط وكان في القمة الحالية السنة اللي صارت السنة في الرياض ورح يكون في السنة الثانية ثلاث سنوات بكون زادت نسبة الجوع في الوطن العربي أضعاف إذن ضرورة أن تفعل جميع مخرجات هذه القمم ولكن عطفا على جزئية مهمة وبدقيقة لو تكرمت دكتور فاضل ما يتعلق أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا والجهود المرتبطة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات الحبوب التي كان لتركيا نصيب الأكبر في التوصل إليها وتفعيلها أهمية مثل هذه الجهود يعني هذه الاتفاقية لا أحد ينكر بأنها ساهمت في إيصال الغذاء وبتحديدا الحبوب إلى الأسواق العالمية وأدت الاستقرار الغذاء وأدت إلى انخفاض الأسعار خلال عام وحد شهدنا انخفاض الأسعار حتى أقل مما كانت عليه قبل بدء الحرب وهذه واضحة جدا الآن أتصور أن تركيا ما زالت مستمرة بجهودها ورح تنجح يعني حتى مع التأخير في الروسي بس تركيا رح تنجح وترجع تفعل هذه الاتفاقية اللي هي مهمة للعالم بأجمعه نعم وكل الشكر على انضمامكم معنا في هذه الحلقة من منحقي من عمان السفير السابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية الدكتور فاضل الزعبي